وأنا مش عاوز حديثي عن الأدب العراقي ينقطع أنا من الناس اللي طالما اعترضت على جملة شهيرة كثيرة التداول كتب في مصر وطبع في لبنان وقرأ في العراق طيب ما احنا بنقرأ الأدب العراقي برضو وبعدين بحس وكأنه العراق غير منتج أدبياً ولكنه يقرأ وإن المصريين منتجين أدبياً ولا يقرؤون ولبنان في المنتصف وكأنها مجرد وسيط في جمل بتبقى دائمة التردد أنا أشوفها أو الترديد لكنها جمل شديدة الألم بالنسبة لشخص المتوضع يعني هذه المقولة ظهرت أو شاعت في الأوساط الثقافية في الأربعينيات مع تأسيس دور النشر ثم مع التحولات وظهور الجيل الستيني في مختلف المجالات الوطن العربي مع ظهور ترجمات عبد الرحمن بدوي والكسحف الوجودية وهذا الدفق وهنا نشئ الدور النشر في بيروت لكن هذه أعتقد هي مقولة يعني ما عادت لها هذه المركزية كل بلد أصبح هو من يؤلف ومن يطبع ومن يقرأ ولك أن ترى أن دور النشر أصبحت متعددة لكن هذا نأخذها على المستوى الإداري على المستوى الثقافي مصر تؤلف طيب لبنان تطبع العراق يقرأ طيب ما معنى يعني نفكر في هذه المقولة هل هي احتباطية ظهرت هذه المقولة كما ذكرت حضرتك مع بداية أن أصبحت البعد التنويري لا يتوقف فقط في الكتابات التجريدية الفلسفية أصبح عملا إجرائيا إبداعيا في الشعر في العلوم الاجتماعية في فن التشكيل في التاريخ في إعادة قراءة الخطاب الديني فهنا الإنتاج المصري الذي كان رائدا في التأليف لأنه هو المركزية الدينية في الأسهر وأن يكون هو هذا نفسه المركزية من توجه الخطاب الناقد وإعادة القراءة هذا يجعلها في صدارة التأليف أما أن تكون بيروت تطبع وكأنه هو انتقاص أيضا من أسماء كبيرة فيها من أدونيس الذي قد سكن فيها فترة في أنس الحاج لكن هي عملية كما ذكرت كانت ربما بسبب هيمنة يعني هيبة مصر السياسية في تلك المرحلة والمشروع القومي الذي تبنته ومحاولة الاستجابة من قبل بعض الأقطار العربية ربما أعطى لهذه المقولة مشروعية لكن هي لا تقلل من الشأن الثقافي للبلدان الثلاثة حتى في ذلك بيروت وكأن هذه المقولة هي الثابت وهناك متحول فقط هي المعيار الآن نسبة في كل دورة معرض أسمع هذه المقولة يعني حتى في معارض الكتاب في بغتاد يقول قديما كان يقال أن القاهرة وكذا والآن العراق كذا وذهبت إلى بيروت وسمعت وقديما كان يقال يعني كأنها بقيت هاجسا صحيح في خلد المثقفين ونوع من التحدي ومحاولة الخروج من هذا الثابت إلى المتحول طيب هل تعاد هذه حالة صحية هل يمكن أن تنتج تنافسا آخر من قبل هذه البلدان لتكون هي من تؤلف حتى تدع من يؤلف تدعه يقرأ مصر كما ذكرنا هي قد احتضنت نازك الملائكة واحتضنت الخصيمين السياب أول ديوان صدر له في القاهرة وتحدى يعني أنه أنا سبقته نازك الملائكة عبد الوهاب البياتي أقام في مصر وكبار لدينا في الأجامعات العراقية الآن أساتذة ما زالوا إذا يفتخرون في شيء أنهم يفتخرون قد درسوا في مصر مثل ما عندنا الدكتور صاحب أبو جناح الكبير في علم النحو دكتور طارق الجنابي وأسماء كثيرة وعلي عباس علوان وشجاع العانوى إذن هم من صدروا لنا المقولة لأنهم قد درسوا في الأكاديمية في الجامعات المصرية بمعنى أن المثقف العراقي حينما عاد إلى بغداد لم يعد فقط بحقيبة سفر تحمل أدواته لا تحمل هذه المقولة أيضا يعني هم قالوا أن هذه المقولة كذلك لأنهم عشقوا هذا المكان